M5A and M5P acute monoplastic leukemia أقل من 20% granulocytic precursors أكتر من 80% monocytic يبقى احنا تركنا الجرانيولocytic ودخلنا على المonocytic الوحدة يبقى لو كانت ال-predominant cells monoplasts نسميها M5A بينما لو كانت ال-predominant cells pro monocytes بنسميها M5P non-specific stress post طيب حنقول الكلام ده نوضحه بقى قدي non-specific stress post واضحة جدا في الجزء اللي هو على يبين خلايا كلها وغدة اللي هو اللون الأحمر درجات الأحمر المختلفة post-if non-specific stress بنقول الصبغة دي non-specific stress post-if طيب الشريحتين اللي هما موجودين قدامنا عندنا M5A M5A زي ما شايفين كده كل الخلايا أو أكتر من 80% من الخلايا عبارة عن monoblast M5P أقل من 80% monoblast